كيف كانت أرض الجزائر قبل أزيد من مليوني سنة يتورا؟ تساؤل خطر ببالي الكثيرون الذين يجدون شفارات هذه السورة تكتمل بالقطع الأثرية والمخططة المعروضة في متحف الباردو بالعاصمة وهو معرض يضم بقايا أثرية تعود لما قبل التاريخ من حوالي 2 مليون سنة إلى حوالي 10 ألف سنة قبل الميلاد والجديد في هذا المعرض هو أنه يضم الأبحاث التي قامت بها باحثون جزائريون بعد الاستقلال بحوث ودراسات دامت لعقود من الزمن أفضت بحقيقة تؤرخ عراقة هذه الأرض التي تحتضن أول رقعة عرفت خط إنسان في إفريقيا بأكملها في التاريخ في الجزائر قمنا بأبحثتنا في مواقع تعالحنش الذي يقع بشمال مدينة العنمة بحوالي 7 كيلومترات وهو موقع جغرافيا كبير ويعتبر من أهم المواقع الأثرية في إفريقيا وفي العالم ويحتوي على توضعات إثرية يعني متعددة أوفقيا وكذلك تنتشر على السطح على حوالي على الأقل كيلومتر مورطع وهذه التوضعات الإثرية تبدأ من حوالي 2.2 مليون سنة ثم كان موضع متوضع آخر يعني طبقة أخرى حوالي تؤرخ بـ 2 مليون سنة ثم 1.8 و 1.7 مليون سنة وشعرضنا في هذا المعرض فقط الطبقة الأثرية التي تؤرخ بـ 1.8 و 1.7 مليون سنة وهي تشير إلى أقدم تواجد بشري بالجزائر ليس بالجزائر في حسب وكذلك في شمال إفريقيا ومن أهم أقدم المواقع في العالم معرض ما قبل التاريخ الذي قدم معلوماته العلمية والأثرية بإتقان في جو يسافر بالزائر عبر الزمن هويئة بطريقة متناسقة تجذب كل الفئات حتى الزائر الضرير يستفيد من المعلومات هنا ليؤكد الباردو أن المتحف بعلومه وآثاره للجميع